السلام عليكم أخواتي مرحبا بكم فيديو جديد تتمنى تكونوا بخير على خير عيد مبارك سعيد الله يدخل علينا وعليكم بصحة وسلامة وعلى جميع الأمة الإسلامية سوف نقدم لكم اليوم وصفة رائعة لديدة بزاف مشهورة ستعجب الكبار والصغر هي حلوة الكوك أونسلي أو حلوة رفاييلو هذا هو الشكل كيف ختمتها درت له الحشوة من الداخل واحد اللوز حمرته بقشوره ودرته ممكن تديره حتى البندق نمشيه على بركة الله المقادر والطريقة مقادر سهلي عندي واحد الكيمياء دي الكوك تقريبا مائتيين قرام ما كملتها اللي تحنته ضرورة نطحن الكوك باش نحصله على واحد المداخل اللي تكون الرطب في الفم باش نتناولوها هذا هو الكوك اللي تحنت وهذا الكيمياء خليتها باش نفند فيها الكويرات من بعد عندي الحليب المركز اللي حضرنا مع بعضنا غير نصيحة ضعفوا الكيمياء باش تكونوا مرتاحين انتو متتخلطوا الحلوة باش تيلخصكم يكون موشيط انا تقريبا كيف سنقولوه حدو قدو تيجيل ديت بزاف بحال ديال جاهز على فكرة وعندي واحد الاقتيرة ديال الفانيلا السائلة هي اختيارية لكن تضيف واحد من كازوينة عندي مائتون وخمسين جرام ديال شكولات الأبيض خدمت بهاد النوع وخدمت بالشكولات العادي سنك 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 خلطنا بيناتهم وعندي الكويرتات ديال الحلوة اي نوع عجبكم انا اختيتهم شوية كبار ممكن تديروهم صغار بنسبة للطريقة هذا هو الحليب اللي فات وخدمنا مع معدنا غتلقوا الرابط اسفل فيديو غيظهر لكم كذلك اخر الفيديو بالنسبة للطريقة ندوب الشكلات مع معلقة زيت المائدة في بام ماغي ونخلط الخاليط ديالي اللي سهل بزاف نخلط الكوك مع نيسلي نديرو القياس ديال الكوك وبدو تخلطه حتى تشوفوا المقدار اللي بغيتو ما تديروش الكوك من الاول كتير واحد القطيرة ديال الفانيلا السائلة الى مكانتش اختيارية للامانة انا اخصتني تقريبا معلقة كبيرة او جوج معلقة ديال الحليب المركز باش يتخلطي الخالط مزيال اللي درت في البول ذاك شي باش قلت لكم ديرو القياس وشوفو على حسب لكن ماشي مشكل جاتني الحلوة زوينة اذا كان الحليب زيد شوية تتكون احسن بس جي معلقة ضعف والكمية وغا تكون نتيجة احسن ديال الحليب المركز اللي صيبنا في المنزلات يجي رائع والديد بزاف 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 خلطت الخالط كيف تتشوفو تتجمع في اليد صافي المقطع الذي كورت فيه الكوائرات مسحته بالغلط المهم ستكور الكوك عادي وسأضع لوزة في الوسط وسأتجمع عليها وسأتكور الكوائرات المهم ستكون لوزة الوسط أو البندق كمتلك الكوائرات كيف ترون الحجم الذي أريده سوف ندوزهم في شكلة الأبيض ثم نفندهم في الكوك أو تقدروا تخليهم غير في شكلة الأبيض فقط وتزينوهم بخطوط من الشوكولاتة البيضاء أيضا أو السوداء لكن أحسن نزينوهم بالكوك من بعد بحال الكوريات جوز الهند رفايلو تماما أخذت ورقة الطاهي فرشته في واحد البلاطو أو تبصيل وسأبدأ نهز الكوائرات ونضعهم بشكلة من الشوكولات أو بخطوط من الشوكولات ونضعهم ونضعهم أو تفندهم في الكوك التي تتعجبني وهذه الحلوات تتعجب الكبار والصغار وتتكال ضغية ضغية لا نستطيع أن أخذها لأنها تتعجب الكبار تتكال ضغية ضغية لا تتبقى سوف نفند في الكوك الكوائرات وهذه الحلوات سريعة لأخر لحظة وتوجدها حتى تبقى ليلة العيد توجدها بالليل إلا ما كانش الوقت وتصبح لكم حليوة في الضار جيدة بزاف وضعفوا الكيمية باش تحصلوا على كيمية أكبر تأتي المنظر ديالهم رائع غير تصوير ما بساعج كيف تتشوفوا تنتمنى تجربوا هذه الوصفة لأنها سهلة ولديدة بالزفرة معروفة وتأتي من الداخل ومعلك خاصة إلى كان الحليب كافي إلا ما كانش الحليب اللي غتوجده في المنزل أو ما وجدتوش غادي تأخذوا العلبة الجاهزة ديال 367 جرام تقريبا ديال 20 درهم وغادي تخلطوا بها الكوك ديالكم حسب الرغبة وإلا حضرناه في البيت راقتصدنا وكان أحسن تنسوا من الفيديو يعجبكم وتجربوا هالطريقة أو هاد الحليوة ما تنسوش ليك للتشجيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر